بما أن حضرتك تحدثت عن الأطفال الرضع برضو خلينا ناخد نصيحة حضرتك عشان لو في أمهات لسه أول مولود لها ممكن ما يكونش عندها خبرة كافية هل حضرتك تنصح أن الأطفال الرضع يخرجوا دلوقتي أحسن يبضلوا في البيت لو خرجوا يلبسوهم بشكل معين حضرتك شايف إيه؟ خلينا نتكلم على إجراءات الحماية بشكل عام إجراءات الحماية فيه إجراءات عامة يعني كلنا نعملها علشان ما نصبش وإجراءات متخصصة الإجراءات العامة هي معروفة برضو إحنا تكلمنا فيها فكرونة كتير تكلمنا على أنه لازم الناس تتعرض للشمس وتستنشق هواء نصيف وتمارس الرياضة وتغزة تغذية صحية بدون مبالغة وبدون إفراط كمان النوم بشكل كافي وممارسة الرياضة والبعد عن الضغوط النفسية ومنع التدخين أو الإعادات السيئة اللي فيها إمان الحاجات دي الحقيقة بتساعد إلى حد كبير على أنها تمنع الإصابة وتخلي جهاز المناعي في حالة توازن يقدر أنه يقاوم الأمر لو عندنا مصاب لازم المصاب ده ياخد أجازة ويمتنع عن أنه هو يبقى في أماكن مغلاقة موجود مع ناس أصحاء أو ممكن يتضرروا بشكل جميل زي مثلا كبار السن أو الأطفال إذا احتاج أنه هو يعتص أو يكوح لازم ده يتم في منديل ورقي وتخلص منه بشكل عام كمان إحنا علينا أن احنا نتعلم بقى يعني عادات صحية مهمة زي أنه لو أنا بلمس يعني أسطح ممكن أن يكون حصل عليها تلوث أو حاجة زي كده أتعود دايما أن أنا أغسل إيدي بالشكل الصحيح اللي هي نتخلص فيها من أي ميكروبات ممكن تكون عالقة في إيدينا وأبطل أحط إيدي بدون بغسلها على الوجه بشكل متكرر أو شكل ممكن ينقل العدو دي النصائح العامة وكل الناس لازم تعمل كده ودي يعني ما فيش تفرقة بين أي شخص وتاني وده يبقى إيتيت عام كمان أن احنا علشان بقى نحصل على إجراءات حماية متخصصة علينا أن احنا نحصل على اللقاحات إذا احتاج الأمر زي مثلا مع دخول نوبات برد كتيرة أو حاجات زي كده نحصل على لقاح الإنفلوانزة ولقاح الإنفلوانزة بيوصى بيه لكل الناس لأطفال من عمر ستة شهور وللحوامل والكبار السن وللناس اللي بتعاني من أمراض تنفسية أو بتعاني من أمراض مزمنة كمان بعض اللقاحات المهمة زي مثلا في جائحة كورونا احنا كلنا حصلنا على اللقاحات علشان تحمينا أثناء الجائح ويمكن ده أصبح برضو مهم كمان علشان نحنا ناخد جراءات تعزيزية خاصة إذا كان فيه انتشار للأعداد المصابة بكورونا ترجمة نانسي قنقر